شجرة الغريب هي التسمية التي عرفت بها هذه الشجرة العملاقة والتي يعود عمرها إلى مئات السنين التعرف أيضا بشجرة الكلهما وتقع على بعد خمسين كيلو مترا من مدينة تعز في منطقة السمسرة المحاذية للطريق الرئيس الذي يربط ريف المحافظة بالمدينة قطرية اثنين ثلاثين متر ونصف الفروح حقا ستين بشتين مئة عشرين الثمرة حقا هي تعمل ثمرة مللان بس آخر السنة تعمل ثلاث حبة من ساحة حبة زيتون لتعمل بري كان ما نعرفش نحن كان واحد هندي يجيز تشلهون واكتشفنه شليناهم علم تعتبر شجرة الغريب أكبر الأشجار في الجزيرة العربية وأقدمها وواحدة من أندر الأشجار في العالم بحسب معلومات متفاوتة أبرزها حديث العلامة الهمداني في كتابه الإكليل قبل أكثر من ألف سنة أنا عمري واحد سبعين سنة كنت جاعد عمري ثمان سنواتنا نرعي نعمل الآباء والأقداد ينقل لك عن الشجرة هذه فكنا نستوعب الكلام حقهم يقدر عمر الشجرة بمئات السنين كما يصل ارتفاعها نحو أربعة عشر مترا بينما يبلغ قطرها ثمانية أمتار فيما يصل محيطها إلى نحو خمسة وثلاثين مترا وللشجرة الغريبة أغصان عملاقة تبدو وكأنها جسور معلقة في الفضاء لكن الأغرب من ذلك ما ينسجه الناس ويتناقلونه عنها من حكايات وأساطير هنا إلى منطقة شجرة الغريب بناء على السمعة السياحية التي تحظى بها شجرة الغريب خصوصا المنطقة مزدهرة بالسياحة والمكان مزدهر بالسياحة ومكان آمن هكذا مع تقادم عمرها أصبحت الشجرة معلما سياحيا ومزارا يسترع اهتمام السائحين فضلا عن تاريخها العريق الذي يدفع معظم أبناء تعز إلى زيارتها للإستمتاع بمنظرها الغريب خصوصا مع حالة الحصار الذي تعاني منه المحافظة وقلة المتنفسات والأماكن السياحية هي واحدة من عجائب الكون وأندرها كونها تشتهر بغرابة شكلها وحجمها الضخم كما أن الأساطير التي دارت حولها حولتها إلى معلم جذاب للكثير من أبناء المحافظة واليمن فواز الحمدي قناة بلقيس من أمام شجرة الغريب تعيذ